السلام عليكم متابعي قناة فضاء تعلم اللغة مع سارة اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نرى آخر أخبار وزارة التعليم التربية والتعليم بالنسبة للدخول المدرسي 2021-2022 وماذا أعلنت الوزارة هل تعليم سيكون عن بعد المحضوري نظرا للحالة الوبائية التي تمر بها بلادنا تفكر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي جديا في اعتماد تعليم عن بعد خلال الدخول المدرسي المقبل إذ إن كل المؤشرة الصحية المرتبطة بالوباء كورونا ستدفع إلى سلك هذا الخيار وإن كل كان مكلفا من ناحية المادية واللوجيستيكية واختار المغرب خلال السنة المادية نمط التعليم عن بعد بحيث ألزم هذا القرار الحكومي تلامي المغرب بالبقاء في منازلهم بسبب تفشي فيروس كورونا فيما كان قام الأساسي لبتشجيل الدروس على شكل فيديوهات وفي الظل الوضعي الوبائي الحالي المسجلة في البلاد يبقى خيار اعتماد تعليم عن بعد الورقة الوحيدة المتبقية في الوزارة الممعنية لضمان دخول المدرسي آمين ولكن قد نشوف الوزارة التربية الوطنية تعليم العالي تتحدث وتقول أن خيار تعليم عن بعد يتم طرحه في قليل تطور الحال الوبائية في بلادنا مبرزا أن الوزارة حضرت لكل السيناريوهات بما فيها اعتماد خيار تعليم عن بعد وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة ستعمل على برمجة بعض الإجراءات خاصة في المناطق الوبائية من خلال فرض إلزامية ارتداء الكمامة داخل المدارس وهذه الإجراءات سترعي الظروف الصحية والنفسية للأطفال يعني عودة التنميذ إلى المدارس بدون أي مشاكل وكشف المتحدث أن مديريات التعليم والأكاديمية لم تتوصل بعد بأي قرار مركزي يعني لم تتوصل المديريات بأي قرار يؤكد أنه سيتم اتخاذ نظام التعليم عن بعد هذه السنة هو في الاجتماع اللي قابوا به الوزارة الخامس في الشهر الماضي في مجلس الحكومة قاموا إثناء علاء تعليم عن بعد يعني غد يكون تعليم عن بعد مدمج حتى هو في إطار تمدروس ولكن يعني لذي السنة لم تتوصل المديريات والأكاديميات بمذكرة وزارية تعلن على أنه سيتم اتخاذ إجراءات أو سيتم تطبيق التعليم عن بعد في الدخول المدرسي المقبل إن شاء الله نظرا لهذه الجائحة ولهذا الوباء فإن الوزارة تفكر في اتخاذ هذا الإجراء ولكن لم تقم بعد بإعلان القرار رسميا يعني على شكل مذكرة وزارية يعني لم تتوصل المديريات ولا الأكاديميات بمذكرة وزارية تقول بأنه سيتم اتخاذ أو لا تتبع إجراءات التعليم عن بعد هذه السنة يعني لحد الساعة الدخول المدرسي سيكون إن شاء الله حضوري ولكن لم يؤكد بعد ترجمة نانسي قنقر